طبعا شكل الفريق الاقتصادي بعد مشاورة الرياض وانتخاب مجلس القيادة وخلافه نحن لم نلحظ أي وجود لهذا الفريق الاقتصادي إلا أعتقد أنهم الرقاموا بالتصور سلفي مع محافظة البنك المركزي أحمد المعبقي إبان القرارة الاقتصادية وخلافه و بعد ذلك؟ لا قبل ذلك ولا بعد ذلك لم يجد لهم أي دور أو أي فاعلية خاصة أنهم يعني كما يقال هم نظري لا يعلمون ماذا يحول الاقتصاد اليمني بالمطلق نحن نعرف أشخاص منهم بكثير كل جل دورهم هم متابعة القنوات اليمنية ماذا يقول الخبراء الاقتصاديين ماذا يقول المحلل الاقتصاديين بيضوها في ثنتين ورق ورسلوها إلى أشعيبي واعتبروه إنجاز ما يحدث الآن هو شغل هوه صدقني أن دور مثلا من مجلس القيادة إلى الحكومة إلى البنك المركزي أنا على اطلاع بما يحدث في الكواليس صدقني أنه لو نتحدث أنهم يتحدثون على الاقتصاد قرية ما يحدث علي ما بالك بدولة في إبان حرد ونحتاج إلى قضايا اقتصادية نحن من عشر سنوات ونحن ننضح ونذكر لا هذا يتم كذا يتم تشكيل كذا يتم عمل كذا الصدق تقول أنه نوع من القمر أنهم لا يردون أن يستمعون لأحد سواء آراءهم ويا ليت أن لهم آراء وحلول ماذا يعني من دوحكم أتمعين للآن ما هو دور الحكومة الشحاتة من المملكة العربية السعودية طيب ما الذي بيدها يا رشيد بيدها عدة أشياء تحدثنا أشياء لا إصلاح اقتصادي تم لا ترشد للنفقة تم لا تحسين للإرادات تم لا يعني كنا كثيرا عديد من الحلول يا سيدي نحن دولة كنا قائم بحد ذاتنا لنا موقعنا الجغرافي لدينا ساحل طويل لدينا عديد من السواحل لدينا أشياء كثيرة لم يتم العمل فيها أو العقل استغلال ذلك يعني أتخيل نحن نتحدث يا جماعة الخير النفقات الحكومة بالدولار بشكل مهول لا تتحمله موازنة العامة للدولة قصق على السلك الدبلوماسي وغيره من النفقات الدولار هناك ندفع بالشهر تقريبا أربعة مليون دولار يعني مجرد مرتبات للمتقاعدين وبعض الشخصيات الإخوانية المتواجدين في الخارج أربعة مليون دولار شهريا هذه لم يمس أحد نحن نتحدث عن يا أخي رئيس الوزراء ورئيس مجلس القيادة ما عد وقفوش ما عد يسوش في عدن سفرياتهم كم تأخذ هذه كلها بالدولار كلها بالعملة الصعبة من يدفع هذا شيء أنا يعني الآن مثلا يتحدثون عن نفقات مثلا مجلس القيادة يعني تراوح إلى يعني تقريبا بحثة مليون ريال سعودي يوميا هذه نفقات مجلس القيادة ومعاشي طيب هذا بالنسبة للنفقات نريد الآن مثلا أي شيء يدر الدخل على البلد لماذا لم يتم إصلاح هذه المصافع الأقل النقطية وتحريك هذه المياه الآن الحكومة تقول أو تبرر بأن مليشي الحوثي لم تلتزم لذلك نحكس على الاقتصاد ورفع اليوم إلى 2000 يعني هذا ما رده الآن بماذا لم تلتزم المليشي الحوثي حتى أنه سعر الصرف عليهم لم يلتزموا بإلغاء قانون الفوائد الذي قاموا به لا يسأل له علاقة هذا ذر على من يكذبوا يعني أنه الآن هم بس معهم شماعة التحالف وشماعة الحوثي فقط لا غير لكن عندما ننظر إلى عندما ندخل في العمق قليلا نرى أنه لا يوجد حكومة أصلا يعني لا يوجد قرارات تتخذت بشكل صحيح الآن مثلا من يوم أن قدم المحافظة البنك المركزي استقالته بعد الغاء قرارات البنك المركزي ماذا صنعت المجلس القيادة لا شيء هم شافوا أنه سعر الصرف مستقر دعمهم طب الآن مستقر الآن بدأ يثير الآن بدأوا هنا بدأت الفضائح تظهر ما هي الحلول لا يوجد حلول سوى أن تقوم بعمل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وتقوم بتغيير الوجوه أو الهواه الموجودين الآن المتولين على الموضوع لتأتي بأصحاب الخبرات الحقيقيين يعني أنا الآن مثلا بسعر الصرف أنا لا بالنبارك ولا أحد القيادة هذا النظري ولا اللي جابوهم من الخارج أنا مستعد أنه في ثنان صرفين من داخل عدن يعني يمكن أنهم لدي رسول صف سادس لديهم القدرة والمقدرة على تثبيه سعر الصرف بل وعلى تقليل سعر الصرف أفضل من هذا أولا الذي يعني لا يعلمون عن شيء الآن مثلا هذا الفريق الاقتصادي ماذا صنعوا أنت تعلم الآن أنهم يستلموا بالدولار شهريا مرتباتهم تصل ماذا صنعوا لا شيء